هل سيدخل بالفعل الحزبين الرئيسين إلى قاعة البرلمان سواء اليوم أو غدا بمرشح توافقي واحد أم أن الأمور ستتجه إلى التصويت داخل البرلمان بداية المساء الخير سيدتي الكريمة وتحية للأستاذ الكريم والصديق العزيز الأستاذ فلاح المشعل ولضيفك في الاستوديو سيد العزاوي بالتأكيد هناك أكثر من سيناريو لموضوع أن يكون هناك مرشح واحد رئيس بارزاني قبل يومين دعا في مبادرة إلى أن يتم انتخاب أو بالضبط انتخاب أحد المرشحين عن طريق الكتلة الكردستانية الموجودة في البرلمان العراقي وأيد هذه المبادرة السيدة هيرو حرم الرئيس السابق المرحوم جلال الطلباني وعضوة القيادة السياسية للاتحاد الوطني الكردستاني هذا يعني أنها تتجه إلى فؤاد حسين ربما إذا تم انتخابهم فيه إذا تمت العملية داخل الكتلة الكردستانية بالتأكيد حظوظ السيد فؤاد حسين ستكون أكثر لأنه عدد مقاعد الكتلة الديمقراطية 28 مقعد وبالتأكيد هناك من سيويوده في الاتحاد الإسلامي في بقية الأحزاب إذا لم يوفقوا في هذا الخيار بالتأكيد سيذهبون إلى البرلمان العراقي والبرلمان العراقي سيحسم هذا الأمر لكن أنا أعتقد هناك أيضا ضغوطات على الكتل يمارسها الوفدي الحزبين الحزب الديمقراطي الكردستاني هناك نائب رئيس الحزب السيد نيجيرفان بارزاني وهناك أيضا سيد كوسرة رسول نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ربما الساعات القادمة كما تفضل الزميل المشعل ربما يصل الفريقين إلى مرشح مشترك أو ربما ينسحب أحدهما لصالح الآخر أو سيذهبون إلى عملية انتخاب واكتمال النصاب ويرضى الجميع بمن سينتخبه البرلمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة